بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور الأحبة ورحمة الله وبركاته أتقدم بأحر التعازي لمقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولكم أيها الأعزة ولجميع الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى رحيل إمام الأمة ومنقذ الأمة وموقذ الأمة الإمام الخميني معز الإسلام رضوان الله تعالى عليه السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير جزاء الصالحين لقد تميزت شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنها شخصية شمولية شخصية حضارية متكاملة فقل ما تجد فقيها عارفة أو تجد فقيها فيلسوفة أو تجد فقيها متكلما أو تجد فقيها سياسيا محنكا ولكنك حين تصل إلى شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فإنك تجد هذه الشخصية المتكاملة التي اجتمعت فيها جميع هذه الأبعاد فالإمام الخميني هو الفقيه البارع والعارف لله والفيلسوف الكبير والمجاهد والسياسي المحنك والمتكلم الكبير فكل هذه الصفات قد اجتمعت في شخصية الإمام العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عجبا كيف استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يجمع كل هذه الأمور في شخصيته وأن يشق طريقا إسلاميا خالصا ناصعا من بين كل هذه الأمور يقول علماء الكلام أن العقائد وعلم الكلام والرؤية الكونية تمثل الأساس والقاعدة والمرتكز لكل سلوكيات الإنسان فكل سلوكيات الإنسان مصدرها ومنطلقها العقائد والرؤية الكونية وهذا هو ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كلمته حين قال إن معتقداتي أنا وجميع المسلمين هي نفس تلك المسائل المطروحة في القرآن الكريم والتي بينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإمة الحق عليهم السلام والذين جاءوا من بعده وإن أساس جميع تلك الاعتقادات وأهم وأغلى عقائدنا هي أصل التوحيد وطبقا لهذا المبدأ مبدأ التوحيد فإننا نعتقد بأن الذات الإلهية المقدسة وحدها هي التي خلقت هذا العالم وكل عوالم الوجود والإنسان وإنها مطلعة على جميع الحقائق وقادرة على كل شيء أي الذات الإلهية ومالكة لكل شيء ويعلمنا هذا المبدأ أنه يجب على الإنسان أن يخضع للذات الإلهية الحقة فقط وأن لا يطيع أي إنسان إلا أن تكون طاعته طاعة للخالق من هذه الرؤية الرؤية التوحيدية الرؤية التوحيدية التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينها الأنبياء من قبله وبينها أئمة الحق عليهم السلام كانت شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومن هذا الأساس فقد رفع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شعارات سياسية تتناسب مع شعار التوحيد كانت هذه الشعارات في ثورته وحركته ونهضته بمثابة شعار أشهد أن لا إله إلا الله الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة حيث قال للمسلمين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقد قال الإمام الخميني ورفع شعار لا شرقية ولا غربية في ذلك الزمن وفي تلك الظروف التي كانت جميع الثورات وجميع الحركات وجميع الأحزاب وجميع الدول تسعى أن تتخلص من أحد قطبي الشرق وقطبي الغرب وترتبط بالطرف الآخر فإما أن يلتسقوا بأمريكا وقطبي أمريكا والرأسمالية أو أن يلتسقوا بالشيوعية والسوفيت جاء الإمام الخميني في خضم هذه الشعارات وفي هذه الحركات ليرفع شعارا لا شرقية ولا غربية يريد أن يختط طريقا من بين هذا الزحام ليشق طريق التوحيد التوحيد لله إن شعار لا شرقية ولا غربية كان بمثابة شعار لا إله إلا الله يريد أن يقول لا ألتسقوا ولا أنحازوا إلى الشرق ولا أنحازوا إلى الغرب بل إن معتقد التوحيد ورؤيتنا التوحيدية هي بوصلتنا وهي الأساس الذي نبني عليه مواقفنا السياسية ففي تلك اللحظات التي يحاول جميع الدول وجميع الحركات والأحزاب والثورات أن تلتصق بأحد هذين القطبين يرفع هذا الشعار التوحيدي ومن ضمن الشعارات التوحيدية التي تحدث عنها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شعار ومفردة الإسلام المحمدي الأصيل في قبال الإسلام الأمريكي يا ترى ماذا يريد أن يشير الإمام الخميني من خلال هذه المفردة وهذا الشعار وماذا يقصد بالإسلام المحمدي الأصيل وماذا يقصد بالإسلام الأمريكي الإسلام المحمدي الأصيل هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام الذي ينحاز للمستضعفين والمحرومين والحفاة هو الإسلام الذي يدافع عن المظلومين ويواجه المستكبرين والمستبدين الإسلام الناصع الذي لا يركن إلى الظالمين هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه غضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمة بالسهر والحمة هذا الإسلام هو الإسلام المحمدي الأصيل وفي قباله الإسلام الأمريكي حين يتلفظ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ويشير إلى مفردة الإسلام الأمريكي فإنه لا يقصد بذلك الإسلام الذي تريده أمريكا فحسب بل هو يريد أن يشير إلى كل إسلام لا ينحاز إلى المظلومين والمستضعفين ذلك الإسلام الذي ينحاز إلى المترفين والمرفهين ذلك الإسلام الذي يبرر ظلم الطغاة ذلك الإسلام الذي لا يبالي بجوع الجائعين وبحرمان المحرومين ولا يبالي بالظلم الواقع على المسلمين هذا الإسلام لا أبالي هذا إسلام أمريكي في نظر الإمام الخميني الإسلام الذي يفرغ الإسلام من محتواه ومن مضمونه الحقيقي هذا إسلام أمريكي لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكل إسلام التقاطي وكل إسلام أجوف يركز على الخرافات وكل إسلام يبتعد عن المستضعفين والمحرومين ولا ينحاز لهم هو إسلام أمريكي في نظر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نحن السائرون على درب الإمام الخميني ما هي وظيفتنا في هذا العصر وظيفة القيادات والنخب الإسلامية التي تتبنى فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هي أن تسير على نفس النهج ونفس الخط أن تسير على النهج التوحيدي النهج الذي يؤمن بأن النصر من عند الله وحده ومن نصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن تنصر الله ينصركم ومن نصر إلا من عند الله على النخب أن تختار هذا النهج وأن تسير في هذا النهج وأن تربي الأمة على هذا النهج وهذا الخط وأن تثقف الأمة بهذا الفكر وهذا النهج وعلى أبناء الأمة أن تطلع على فكر الإمام رضوان الله تعالى عليه وأن تصبر على تحديات والصعاب هذا الخط وهذا النهج فإنه نهج الأنبياء والأولياء وفيه سبيل وحبل النجاة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على السير على نهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأن يرفع عن شعبنا الصعاب والمتاعب وأن يشافي جرحانا ومرضاننا وأن يفك أسرانا وأن يرحم شهداءنا ورحم الله من قرأ لروح إمام الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ولشهدائنا الأبرار سورة الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته